لازم يكون فيه تمثيل أيضا لمكونات المجتمع كلها اللي إحنا موجودة عندنا هاي بحيث لا يشعر أي تشعر أي جهة أنها مستبعدة أي أنها لا تشارك في صنع القرار مشارك عندنا إحنا يمكن الأردب نوائل الدول اللي قبل المواثيق والأنظمة حقوق الإنسان والمشاركة في عام 1929 كان فيه إحنا كوتا للمسيحي وكان مهم جزء أساسي من مكونات المجتمع الأردني المسيحي والشركة هو اللي كان يسمى في ذاك الوقت المجلس التشريعي الأول الانتخب عام 29 وكان فيه 16 نائب منتخب ويعني تمت مراعاة التمثيل العادل للأقلية بالضبط فإذن عمليا إحنا نسميهم شقلاتهم جزء من مكونات المجتمع صحيح كل مكونات المجتمع هذه قضية أساسية ومهمة فالبرلمان مرة ثانية يجب أن يكون قدر الإمكان مرأة تعكس المجتمع مشانيك مرأة رجل كمان يجب أن يكون مرأة تعكس الوضع السياسي مشانيك الأحزاب السياسية للأسف إحنا كل هذه طبقناها موجودة في التمثيل أشكال التمثيل إلا التعددية السياسية لحد الآن ما بتعكس نفسها داخل البرلمان أنه هذه واضح أنه المجتمع لسه بدنا يعني يكون له دور أكثر أكثر في عكس هذه التعددية السياسية بحيث تعكس وجهات النظر السياسية داخل المجتمع بحيث يكون لدينا برلمان فعلا يمثل من كل النواحي يعني حتى الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية أنا بعتقد أنه يعني النظام إن شان هيك النظام المالي لما قلنا أساس في كل العالم كل المساهمة المالية والدعم المالي الموجود في كل تجارب دول العالم هو للانتخابات صحيح يعني في العالم كله على أساس عدد الأصوات والمقاعد يعني اللي بحصل عليها الحزب بأخذ مقابلها مبلغ من المالي في فلمانيا في تركيا في كثير من الدول المجاورة في فرنسا في كل العالم مشان هيك احنا غيرنا هذا النظام والنظام أصبح مرتبط في الانتخابات لأنه الحزب إذا ما بمارش دوره الأساسي في المشاركة للانتخابات ما فيه إله ما إله وجود يعني ما له داعي وأنا بأحكي مثالي ممكن سمعوه والناس مني كثير زي اللي بجيب فريق كرة قدم وبدأ رو جيب أحسن اللاعبين وجيب له مدرب وشاركوش في الدورة صحيح فنفس الاشي مشان هيك صار التمويل المالي حاليا هناك ومع ذلك أخذنا يعني بعين الاعتبار أنه وضع الأحزاب أنه قضية الحصول فقط على المقاعد يمكن ما تكون عادل لهذا هناك مبلغ للمشاركة كحد أدنى في القوائم ستة إذا شارك ومن يحصد مقاعد يعني أول شيء إذا شارك ستة في ثلاث حد أدنى ثلاث دوائر مش بدائرة واحدة طبعا ستة سوف يحصل على مبلغ إذا حصل على واحد بالمئة من مجموعة أصوات مرشحية واحد بالمئة من الأصوات من المنتقى من الذين اقترعوا يعني الانتخابات اللي لو أخذناها على الانتخابات السابقة بتاعني 15 ألف صوت يحصل أيضا على مبلغ وإذا حصل على مقاعد يحصل على مبلغ مبلغ لكل مقعد حصل عليه وهناك بونس إضافة إذا كانت في هذه القوائم نساء 20% وإذا كانت شباب تحت سنة 35 كمان 20%